ققى فريق فاركو فوزاً غالياً على الزمالك بثلاثة أهداف مقابلة للشيء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد بورج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدور الممتازة افتتح شكرين نجيب ثلاثية فاركو في الدقيقة السادسة واضف عمر جمال الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين من تزديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يسجل البديل سيف سرية الهدف الثالث لفاركو في الدقيقة الرابعة والتسعين بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند تسع وعشرين نقطة في المركز الرابع فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة التسعة عشر في المركز العشر